اتنين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصورة الإسلام أي إنسان مخلص غيور على الإسلام الحنيف تأثر كثيرا لمحاولات الاختطاف لهذا الدين العظيم والإساءة لصورة الإسلام شرقا وغربا الملك عبدالله بن عبدالعزيز لما كان بيتكلم في حديث ربما يكون الأخير اللي كان مع علماء المسلمين في المملكة العربية السعودية قال الملك عبدالله بن عبدالعزيز إنه هو مستاء جدا مما يجري وطالب علماء السعودية إنه هم يتصدوا وقال إنه فيه كسل وتراخي في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب الذي لا علاقة له بالأصول الأخلاقية في الإسلام الحنيف أنا قلت هذه الكلمة لأعبر عنكم جميعا وعن الشعب السعودي وعن الشعوب العربية والإسلامية الصحية وأنا واحد منكم مفاد منكم ولا تحسبوني اللي قادني فيه إذا لو والله لا يقدره بيصير شيء أولهم أنا هذا وعن عالمه إخواني وأبناي لأطور عليكم وما أقدر أتكلم اللي في صدري لأنه في صدري اعتقادي أنكم أنتم أضابة وما يصفط قلبي ونفسي واخلاقي ومبدأ وإلا شيء أحسه من صغيركم وكبيركم ومشيخكم هذا الأهم يعني يسبعون كلهم وأطلب منهم أنهم يطلدوا الكسل عنهم ترى فيكم كسل وفيكم صمت وفيكم أمر ما هو واجب عليكم واجب عليكم دنياكم ودينكم دينكم دينكم وربكم فوق كل شيء ومع السلامة